بسم الله الرحمن الرحيم وفي لغض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين اللهم بارك لنا فيما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أود أن أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الهام هذا اللقاء المبارك على مائدة الإيمان ورأسهم رئيس الجامعة وعميد الكلية الذين لم يبخلوا علينا بمساعدتهم في الحقيقة الهدف من هذه اللقاءات هو أن نجدد الإيمان في قلوبنا فإذا تجدد الإيمان تغير السلوك وتدخل وتندرج في باب ليطمئن قلبي كثير من الأحيان في هذه اللقاءات أو مثلها أناس يزعمون بأن الكتاب كتاب الله ليس بكتاب علوم ولكن هو كتاب هداية فقط ومنهم كذلك من يطلع علينا بأرى أخرى يقول بأن الإعجاز يطال الجانب البلاغي والبياني فقط ولا إعجاز علمي في القرآن أي أن القرآن ليس فيه علوم هذا ما يقولون ونحن سنحاول في هذه الافتتاحية أن نرد على هذه الآراء ونحاول أن نوضح الفكرة حتى تصبح جلية وفي البداية نطرح مجموعة من الأسئلة ما يقصد بالهداية طبيعة الحال هناك ما قاله ابن القيم رحمه الله أن الهداية هي هداية البيان وهداية التوفيق وهداية العامة المشتركة بين الخلق عندما نقول الهداية العامة المشتركة بين الخلق تدخل في باب سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أو ما قاله أو ما جاء على لسان موسى عليه السلام عندما كان في مناظرته مع قمة الفساد أنا ذاك قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهداية هداية الخلق أي كما تقول لما قدر الله سبحانه وتعالى أن يطير أن يكون الطائر في جو السماء منحه أجنحه أو عندما قرر أن يكون السمك في الماء زوده بخياشيم تستخلص الأكسجين من الماء ولم يعطيه رئات من هذه الألباب وهناك هداية البيان أن يوضح له ولكن هداية البيان يمكن أن توضح للإنسان ولكن لا يهتدي فهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين كذلك وهناك هداية التوفيق تكون بالنسبة للمؤمنين على ماذا تقوم العقيدة؟ العقيدة لا تقوم على الظن إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتبوا إن يتبعون إلا الظن والعقيدة لا تقوم على التقليد الأعمى ولا على التسليم الأعمى العقيدة تقوم على العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله قل هاتب ورهان لكم إن كنتم صادقين فما هي الطريقة إذن لمعرفة الله؟ إذا أردت أن تعرف الله عليك بطرق شتى إذا سلكت طريق الخشية فعليك بالعلم وإذا سلكت طريق الطاعة كذلك فعليك بالعلم وإذا سلكت طريق القرب من الله فعليك بالعلم أي العلم هو المفتاح والقيمة التي اعتمدها القرآن الترجح بين الخلق لم تكن قيمة المال ولا الذكاء ولا القوة ولا الوسامة ولا الصحة بل كانت قيمة العلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فماذا يقصد إذن بالعلم؟ هذا هو بيت القصيد عندما نتكلم إخوين من بني جلدتنا يقولون بأن العلم هو علم الشرعة فقط نحن لا ننفي هذا ولكن في القرآن علوم كثيرة جدا وهذا ما أريد أن أوضحه هنا المصطلح أنه هو العلم إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل فهو مجموعة من القواعد من العلاقة الثابتة بين الأشياء المقطوع بصحتها والتي عليها دليل فإذن هل القرآن كتاب هداية من المفهوم الذي خلناه فقط أم هو كذلك كتاب علم وعلوم يقول الله سبحانه وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أي أنزله وفيه علمه الذي لا يحصى فالعلم الذي موجود في القرآن هو ثلاثة أنواع من العلم علم بالله وعلم بأمره وعلم بخلقه العلم بالله والعلم بأمره وعلم بخلقه العلم بالله هو علم الحقيقة والعلم بأمره هو الشرائع هو علم الشريعة والعلم بخلقه هو علم الخالقة وهذا ما يغفله كثير من الناس يقولون أن القرآن ليس فيه لا علم أحياء ولا علم طبقة الأرض وينفون الإعجاز العلمي الذي هو وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في زمن العلم والتكنولوجيا الرقمية العلم الحقيقة أصل في معرفة الله وعلم الشريعة أصل في عبادة الله وعلم الخالقة هو أن هذا العلم يعين الإنسان على مشاكل الحياة يسير له السبول ويختصر له الزمان ويطوي له المكان وغير ذلك ويلين له الحديد ماذا يقصد بالدين؟ الدين معادلة سهلة هو أمر وآمر ومأمور الآمر هو الله سبحانه وتعالى والمأمور هو أنت وأنا والآخرون أي الإنسان والأمر هو أمر الله إذن المأمور المأمور هذا الإنسان كما يقول الدكتوراتي بن بولسي له مقولة جميلة جدا يقول إذا عرفت الآمر تفانيت في طاعته وإذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصيته لأنك إنسان والإنسان موصف بالقرآن بصفات جد دميمة انظروا ماذا يقول القرآن حول الإنسان صفات كثيرة إذا أردت أن تعرف الإنسان عليك بخالقه ماذا قال عنه في كتابه العزيز؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا الإنسان كذلك في كبد يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إن كلا إن الإنسان لا يطرى أن رأاه استغناء الإنسان خلق ضعوفا يأوس قنوط الجدل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا خصيم مبين كفى ظلوم جهول إن عرضنا الأمانة على السماوات وراضي فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوم جهولا كفار بخيل ينسى إن الإنسان لا فيه خسر الغفلة ثم الإعراض وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأب جانبه والإعراض يكون إما عن جحود وإما عن جهل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هل يمكن أن يكون هناك تناقض بين العلم وبين الدين أبدا لا يمكن أبدا أن يكون هناك تناقض فالذين يخشون من الإعجاز العلمي أن يورطهم هؤلاء الناس يخشون عليهم بدراسة الضوابط حتى تتضح الفكرة بما أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء قد خلق الكون وأنزل القرآن الكون كونه والقرآن قوله فالكون هو قرآن منظور والقرآن هو كون مقرؤ نقول بأن هناك كتاب الله المنظور هو الكون وكتاب الله المقرؤ وهو القرآن وبما أن المبدع واحد لا يمكن أبدا وقطعا أن يكون هناك تناقض بين الكتابين فاجعل الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب نظاما فكان النظام التكويني وجعل في الآخر نظاما فكان النظام التشريعي والقرآن هو مجموعة آيات والكون كذلك الكون كذلك فيه آيات وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وطلب من وأمرنا بما أن هذين كتابين طلب مننا أن نقرأ هذا الكتاب بتدبر وأن نقرأ ذلك بتفكر فجعل التدبر في قرآنه العزيز وجعل التفكر في كونه حقائق العلم استقراء لقوانين الكون من الذي قننها هو الله سبحانه وتعالى وحقائق الدين نقل صحيح عن الله سبحانه وتعالى من جاء بها رسوله النبي الأكرم فلا يمكن قطعا أن يكون هناك تناقض وتعارض بين المصدرين فالحق لا يعارض الحق واليقين لا يمكن له أبدا أن يعارض اليقين وصحيح المنقول لا يمكن له أبدا أن يعارض صريح المعقول لكن إذا كان هناك معقول غير صريح فيمكن له أن يتعرض مع المنقول الصحيح والعكس صحيح كذلك المنقول غير الصحيح يمكن له أن يتعرض مع المعقول الصريح فلذلك إذا كان هناك أي تناقض فاتهم تفسيرك للآية أو فهمك للآية أو فهمك وتفسيرك للظاهرة الكونية فلا يمكن أبدا أن يكون هناك تناقض هناك قواني محكمة في الكون والقرآن أحكم كله محكم أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبيض عندما نقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالتشابه يحصل عند فهم الإنسان لهذه الآيات والقرآن كله محكم الله سبحانه وتعالى أحكمه وفصله والإحكام هو الإحكام هو النظام والرصين النظم الرصين الذي ليس فيه نقص ولا خلل والتفصيل هو البيان أن الله سبحانه وتعالى يفصل لنا حتى نفهم ماذا يريد أن يقصد ما هي خصائص القرآن هذا الكتاب المعجز المبهر الذي يبقى معجزا إلى آخر الساعة فهذه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا تفنى وتبقى حتى قيم الساعة ما هي خصائصه وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه روح وكذلك أوحين إليك روحا ومن هنا سنفهم كثير من الأشياء لأنه يتحرك لأن الكلمة فيه تتحرك وأن الآية تتحرك لأنه روح وصفه كذلك بإسم واحد القرآن ولكن صفات عديدة أكثر من أربعين صفة ونعت قيلت في القرآن الكريم هو الذكر إنه إلا ذكر وقرآن مبين هو النور قد جاءك من الله نور وكتاب مبين هو التنزيل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هو البرهان يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين هو الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا وهو الهود يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمن وهو وهو وكثير من الأوصاف اختصرت على هذه الأوصاف فقط فهذا القرآن الذي يتكلم عن الإنسان وعن مصيره يقول وسبعا وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي أنت محاط بالقرآن أنا ذهبت وأنا ارتحلت ومتى فعلتك تكون بين دفتي القرآن فيه ذكرنا ما معنى فيه ذكرنا أي كل ما فعلته سيكون بحكم عليه في القرآن أي إذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله سبحانه وتعالى فعليك أن تعرض أعمالك على كتابه في أي موضع سوف تسألون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وهل أنت من الفجار أو من الأبرار فعلت أعمالك على كتاب الله حتى يستبين لك الحق هل أنت من الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاضي من الغيض والعافن عن الناس أم أنت من الذين يبخلون ويأبرون الناس بالبخل هل أنت من الذين كانوا قايا من الليل لا يهجعون أو أنت من الذين يقالوا لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين هل أنت من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أم أنت من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم هل أنت من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أم أنت من الذين أعرضوا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى هل أنت من الذين ظلموا أنفسهم أم أنت من الذين سبقوا بالخيرات أم أنت من المقتصدين أم أنت بين ذلك هذا وذاك وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عصى الله أن يتوب عليهم إن الله غفو رحيم إذن فالأمور بين يديك يوم القيامة سوف تقرأ كتابك بنفسك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذا القرآن أي هو روح وهو فيه صفات وهو فيه ذكرنا وهو كذلك مصدق للكتب السابقة ولكنه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي أن الإنجيل والتوراة هي ما هي إلا فصول من القرآن إن لم تحرف يقول هذا يصنف كحديث ولكن هناك من يعرض ويقول هو من كلام علي بن أبي طالب كرم الله وجه على أي حال الكلمات الموجودة في هذا الكلام هي كلمات قرآنية يصف فيه القرآن ويقول كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل هو الذي لا تزيغ به لهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هذا هو بيت القصيد لا تنقضي عجائبه في رواية أخرى لا تفنى عبره خبر ما قبلنا أي أخبار الأمم السابقة فمن كان يعرف أن الله سبحانه وتعالى قد أنجى جثة الفرعون حتى تكون عبرة للناس من كان يعرف هذا لقد قالها الله سبحانه وتعالى ولم تكن ولم ترد لا في الإنجيل ولا في التوراة فكانت آية قرآنية تقابلها آية كونية موجودة في متحف المصري في القاهرة ويتفرج عليها الناس هذا الذي كان يلاحق موسى وهذا الذي قال أنا ربكم الأعلى وهذا الذي قال وهذه الأنهار تجري من تحتي وهذا الذي قال وما أعلم لكم من إله غيري وغير ذلك هذا الفرعون موجود في المتحف المصري أو جثته على الأحرى لتصدق قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وفيه حكم ما بيننا الأحكام المستخلصة منه هذا القرآن كذلك لا يمكن الإتيان بمثله وقد تحدى الله سبحانه وتعالى القوم الذين أنزل فيهم كي يأتوا بمثل هذا القرآن ومتى ما أتى التحدي أتى لأن هؤلاء الناس قالوا قد سمعنا لو نشاء لقولنا مثل هذا فأجابهم الله سبحانه وتعالى طيب تريدون أن تقول مثل هذا فأتوا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين تكلم عن الحديث بصفة عامة فلم يستطيعوا فقالوا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكون افتراه وأعانه عليه قوم آخر أي استعان بناس آخرين فيجيبهم الله سبحانه وتعالى في نفس السياق أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور لقد خفف عنهم العب عشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم ترك لهم المجال حتى يستعينوا بمن يشاء وانظروا هذه الآية في صورة هود وصورة هود هو رقمها إحدى عشر أي كأن الله سبحانه وتعالى يقولون من هذه العشر الأوائل بالنسبة للتنزيل ولكن بالترتيب صورة الفاتحة رقم واحد البقرة ثم العمران ثم النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال ثم التوبة ويونس فهي عشرة وهذه إحدى عشر فليأتوا بعشر صور مثله هذه التفاتة لطيفة أم يقول افتراه فأتوا بصورة لم يأتوا بعشر فأتوا بصورة مثله انظروا مثله وترك لهم الاستعانات بمن يشاء وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ثم ختم بهذه الآية من صورة البقرة وإن كنتم في ربي مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله من مثله ليس مثله وادعوه شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ثم قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا في الحاضر أو في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقدها الناس والحجرة أعدت للكافبين فإذن اجتمعت هناك عناصر ثلاثة في التحدي وجود التحدي ووجود الدوافع وانتفاء الموالع ومع ذلك لم يستطع القوم أن يردوا على هذا الكلام فلو استطاعوا أن يردوا عليه لفعلوا لكن لم يستطعوا فالتجوا إلى إلى أليات أخرى فقطعوا وحاولوا أن يقتلوا وغير ذلك لم يستطعوا أن يواجهه بالبلغة والبيان وسأعطيكم نموذجين حتى نفهم كيف كان هؤلاء القوم الذين نزل فيهم القرآن إلى أي درجة من البلغة والبيان قد وصلوا وهذا المثال مع النابغة الدبياني الذي كان يحتكم عنده الشعراء حتى يقول بأن هذا الشعر جميل أو مرفوض فجاء الأعشاء وجاءت الخنساء وجاء هؤلاء الناس ثم جاء حسان بن ثابت ونظم قاصدة مطلعها لنا الجفانات الغضوية المعنى بالضحى وأسيافنا يقترنا من نجلة دم فأوقفه الدبياني وقال لقد قلت لنا الجفانات والجفانات الجمع قلة لو قلت لنا الجفان لكان أبلغ ثم قلت واصفا الجفانات بالغر والغر بياض قليل في لون كثير لو قلت البيض لكان أحسن وقلت يلمعنا بالدوجة لو قلت يلمعنا بالضحى لو قلت يبرقنا بالدوجة لكان أبلغ وقلت وأسيافنا وأسيافنا جمع قلة وجمع القلة بين ثلاثة وتسعة لا يتعدى العشرة وقلت وأسيافنا دليل على أنكم كنتم قلة لو قلت وسيوفنا لبينت أنكم كنتم كثر وقلت يقتر فيه قطرة قيلة أي أن عدد القتلى قليل جدا لو قلت يجرينا لكان أبلغ فانظروا كيف صار هذا البيت بيت واحد حتى نفهم كيف كان هؤلاء الناس بالدقة وينتقون المصطلحات الملائمة للحال فهذا الكلام في بيت واحد فكيف بك إذا أتى الله سبحانه وتعالى بقرآن ويتحدىك ويقول بصورة من مثله ثم هناك هذا قبل الإسلام بقليل لأن حسن المتابط رضي الله كان شاعرا مخضرا كان هو شاعر النبي بعد الإسلام ثم بعد الإسلام مشهور كست الأصمعي مع الأعرابي كان الأصمعي قرأوا كلام الله حتى وصل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كلام من الله ثم قال والله غفور رحيم فالتفت الأعرابي فقال للأصمعي كلام من هذا فقال الأصمعي هذا كلام الله قال أعيد فأعاد الأصمعي نفس الآية والسارق والسارقة ثم قال والله غفور رحيم فقال الأعرابي هذا ليس بكلام الله فغضب الأصمعي لكن سرعان منتبه بأنه لم يقرأها بالشكل الصحيح ثم استدرك وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كلام من الله والله عزيز حكيم فقال الأعرابي هذا كلام الله فقال الأصمعي يا أخ العرب هل تحفظ شيئا من القرآن قال ولا آية فعجب الأصمعي فقال كيف لا تحفظ القرآن وأدركت أن الآية لم تقرأ على وجهها الصحيح قال عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع هؤلاء الناس كانوا يفهمون كلام الله هناك عمق للمصطلح وامتداد وهناك سوف نرى في أمتله الدقة في الرقم وأهمية الرسم كما قلنا ونظر مثلا كلمة الميعاد لقد تفضل الأخ المقرئ وقرأنا بأواخر صورة العمران وقال إن الله لا يخلف الميعاد الميعاد مذكورة في القرآن ست مرات خمس مرات بالشكل الميعاد بالألف ومرة بالميعاد بدون ألف أي بمد فقط ما الفرق؟ الفرق عندما تتدبر القرآن ترى بأن عندما يتعلق الأمر بميعاد الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد فيكون الميعاد كامل بالألف وعندما يتعلق الأمر في مرة واحدة بالميعاد بالبشر ولو تواعدتم أنتم أيها البشر ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد تجد أن الميعاد هنا ناقص بدون ألف هذه لفتات يجب أن ينتبه إلى الإنسان عندما يقرأ القرآن لأن القرآن ليس بكلام عادي ولكنه كلام الله وقوله الإنجيل كلام الله والتوراة كلام الله وليس بقوله لكن القرآن كلام الله وقوله قول ثقيل كما وصفه الله سبحانه وتعالى كذلك من خصائصه أنه لا تنقضي عجائبه السؤال الذي يمكن طرحه كيف يمكن أن لا تنقضي العجائب ولا تفنى العبر والوحي قد انقطع إذن القرآن الذي أنزل منذ 14 قرآن هو الذي بين أيدينا كيف يمكن أن لا تنقضي عجائبه الكلمة القرآنية هي التي سوف تجيب على هذا السؤال لأن الكلمة في القرآن لها دقة ولها عمق وسوف نرى بأنها تتحرك الكلمة الواحدة نفهمها أجيال بعد أجيال وكلما تنمت مداركنا وتنمت معارفنا إلا واكتشفنا جانبا من هذه الكلمة فالكلمة عند الله أعلى بكثير ونحن كلما تتنامت معارفنا ومداركنا نتسلق هذه المراتب التصاعدية في فهم القرآن سوف أعطيكم مثالين في صورة الطارق يقول الله سبحانه وتعالى مقسما والسماء ذات الرجع فماذا ترجع السماء لقد فسرها الصحابة الكرام بن عباس رضي الله عنه قال إن السماء ترجع المطر وهذا صحيح الدورة المائية تعطينا بأن السماء ترجع المطر وهذا معروف لكن هناك كذلك أشياء ترجعها السماء النيازك المحرقة لإشعاعات القاتلة هذه النيازك الإشعاعات ترجعها السماء إلى الخارج كي تحفظ والسماء سقفا محفوظة كي تحفظ المخلوقات كذلك تعكس موجات الراديو القصيرة والمتوسطة إلى الأرض نحن نتتبع البث الإداعي من أقتال بعيدة لم يكن باستطاعتنا أن نفعل ذلك إن لم يكن خصائي السماء أنها ترجع ترجع ما هو نافع إلينا وترجع ما هو ضر كذلك الاحتباس الحراري لو لم تكن خصية السماء أنها تحبس الحرارة لما كانت هناك حياة على وجه الأرض لكانت سطح الأرض بدرجة ناقص خمستاش درجات تحت أي خمستاش درجات تحت السفر لا يمكن أي حياة أن تكون معها أي كلمة الرجع هذه الكلمة هذه الدقة في المصطلح تتماشى مع الأجيال لذلك لا تنقضي عجائبه وسوف يأتي أجيال آخرون ويكتشفون أن السماء ترجع أشياء أخرى وهكذا إلى أن تقوم الساعة كذلك في هذه الآياء وفي السماء رزقكم ما هو الرزق؟ إذا قرأتم القرآن والتفاسير تجدون عشرات التفاسير حول الرزق ما هو الرزق؟ وهذه الكلمة الرزق تتحرك كلما اكتشفنا ظاهرة إلا وتنطبق عليها مثلا ثاني أكسيد الكربون هو رزق ثاني أكسيد الكربون الإخوان المتخصصون في علم الأحياء يعلمون أن التخلق الضوئي يتم بواسطة النباتات التي تستخلص ثاني أكسيد الكربون وتحوله إلى مادة عضوية فهو رزق المادة العضوية هي اقتات عليها الحيوان فهذا رزق والحيوان يقتات عليه الإنسان فهذا رزق وهكذا الشمس ورزق والنور ورزق وكل هذه الرزق أي أن الكلمة القرآنية لها إحداثيات ثابتة خاصة بها وهذه الإحداثيات مثلا تقول بأن الكلمة الوفلانية تنتمي إلى الآية رقم كذا آية معينة وهذه الآية تنتمي إلى الصورة رقم كذا التي ترتيبها كذا وهذه الكلمة لقد تم تواردها في القرآن ست مرات كما قلت في الميعات أو خمسين مرة وهكذا أي هذه المعطيات هي التي ستنر لنا الطريق حتى نفهم هذا النوع من الإعجاز الذي هو إعجاز رقمي ألخص هنا من خصائص القرآن قلنا إنه روح وله صفات كثيرة وفيه ذكرنا وأنه مصدق للأمم السابقة للكتب السابقة ومهيمن عليها وفيه خبر ما قبلنا وحكم ما بيننا ونبأ ما بعدنا ولا يمكن الإتيان بمثله ولا يأتيه البطن بين يديه ولا من خلفه ولا تنقضي عجائبه هذا هو القرآن هذا من بعض صفاته وسأعطيكم أمثلة من عجائب القرآن المثال الأول نأتي على نبي الله نوح عليه السلام وسؤال سهل كم لبثت نوح في قومه لقد لبث ألف سنة إلا خمسين أي لبثت تسعمائة وخمسين سنة في قومه بصريح الآية وهناك في القرآن سورة اسمها سورة نوح من بداية الآية إلى من بداية الصورة إلى نهايتها كلها تحكي سورة نوح ليس فيها أشياء أخرى غير سورة نوح فقط فهذه الصورة صورة معيارية نهتم بها هذه الصورة إذا حسبنا عدد حروفها نجد أنه تسعمائة وخمسين بالضبط هذه التفاتة جميلة حتى تعطيك عدد الملبثة نوح المثال الثاني مع أصحاب الكهف إذا سألتكم كم لبت أصحاب الكهف تقون ولبتوا في كههم ثلاثمائة سنة وازدادوا تسع لماذا ازدادوا تسع؟ يقال ثلاثمائة سنين ميلادية ثلاثمائة وتسعة هجرية يمكن إذا أخذنا أول ما تكلم الله سبحانه وتعالى أن أصحاب الكهف بدأ للآية أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أول فترة إلى الكهف إلى غير ذلك حتى نهاية القصة من الآية التسعة إلى الآية الخمسة وعشرين وبدأنا بالعد أم هي الكلمة الأولى الكلمة التانية التالتة الرابعة وهكذا آخر الآية في قصة الكهف ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعة هنا تنتهي القصة قل الله أعلهم بلا بيته هذا أشياء أخرى لا تدخلوا في القصة إذا استمرنا في العد نجد أن لبثوا ثلاثمائة وستة سبعة ثمانية كم لبثوا؟ أي ثلاثة تصبح ثلاثمائة وتسعة هذه كذلك التفاتة لطيفة من هذا العد المثال الثالث مع صورة الحديد وهنا في القاعة أخونا العزيز الدكتور عبد الله أبو سحابا سوف يتحف هنا في العشية إن شاء الله بعرض حول الحديد كيف؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد ولم يقل وخالقناه أنزل لها مفهوم صورة الحديد ترتيبها في القرآن سبعة وخمسين وتعلمون أن القرآن فيه ميوربعتاش للصورة من البقرة من الفاتحة إلى الناس هذه صورة الحديد هي في الوسط بالضبط لحكمة أرادها الله ترتيبها سبعة وخمسين ماذا يقول حساب الجمل؟ وقبل أن نجيب على السؤال أذكر لمن لا يعلم ما هو حساب الجمل أن العرب قبل الإسلام كانوا يستعملونه للتأريخ وللمعاملات المالية فهذا كان قبل القرآن وكانوا يعطون لكل حرف قيمة أباجد هوزين حطيين كلمني إلى غير ذلك 28 حرف تغطي من واحد إلى ألف الألف واحد والبق الثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة وهكذا عندما نصل إلى الياء عشرة ننتقل إلى العشرات كلمني عشرين ثلاثين أربعين خمسين حتى المئة عندما نصل إلى القاف ثم مرة ميتين إلى ألف عندما نطبق هذا الحساب على صورة الحديد ماذا نجد؟ الحديد وحديد سوف نطبق عليها الاثنين معرفة ونكرة نكرة الحق ثمانية الدال أربعة الياء عشرة والدال أربعة يصبح العدد ستة وعشرين سوف نحتفظ بهذا الرقم ثم إذا أدخلنا عليها التعريف الألف واحد واللم تلاتين أي نضيف واحد وثلاتين على ستة وعشرين يصبح سبعة وخمسين نحتفظ بهذه القيمتين ثم نأتي إلى العلم ماذا يقول العلم؟ يقول بأن الوزن الذري لنظير الحديد لزيزوتوب هما خمسة خمسة وخمسين ستة وخمسين سبعة وخمسين ثمانية وخمسين تسعة وخمسين سبعة وخمسين يقال بأنه أكثر ثباتا والرقم الذري هو نميرو أتوميك هو ستة وعشرين لم يقل به العرب ولا المسلم بل قال به من أوجد هذا الجدول وهو من ديلياف الإخوة طلب في علم الكيمياء يعلمون هذا والفيزياء الحديد رقمه ستة وعشرين هذا هو الحديد رقمه الدري ستة وعشرين ولماس مولير أي الكتلة ستة وخمسين سبعة وخمسين إلى ذلك إذن ألخص العلم يعطينا ستة وعشرين وسبعة وخمسين وحساب الجمل يعطينا 26 و 57 والترتيب يعطينا 57 فهل هذا من قابل الصدفة؟ قمنا بعملية ضرب الترتيب في عدد الآيات لحصلنا على رقم 1653 ماذا يعني هذا الرقم؟ 1653 هو فقط ترتيب هو مجموع ترتيب الصور القرآنية من البداية إلى صورة الحديد هي ترتيب الفاتحة زائد ترتيب البقرة زائد العمران النساء إلى الحديد فهل هذا يمكن أن يكون صدفة؟ لو كانت 1654 لما استقام النظام فهو لك نظام معين والحديد يوجد كما قلنا في وسط القرآن كذلك يوجد في وسط الأرض نأتي إلى المثال الرابع مع صورة النمل وهذا بالحروف حتى أقول لكم بأن زيادة حرف أو نقصان حرف في القرآن سوف يخل بالنظام العددي صورة النمل ترتيبها في القرآن 27 وعدد آيتها 93 وتبتدئ بحروف المقطعة طاء سين لو عددنا الطاء في القرآن في هذه الصورة صورة النمل لو وجدنا أن الطاء هو 27 ولو عددنا السين لوجدناها 93 ثم إذا أضفنا الترتيب إلى عدد الآيات لو وجدنا 120 و120 هو جمل كلمة نمل جمل النون 50 زائد 140 زائد لم 30 فيعطينا إذا جمل 120 فهل هذا كذلك من قبل الصدفة؟ مثال خامس هذا المثال أنت تعرفون قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ حين بعث لها الهدهد فأراد سليمان أن يظهر عدمته لهذه المرأة فقال للذين من حوله من يأتيني بعرشها فقال عفرة من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ثم كانت هناك اقتراح تاني من طرف شخص آخر لم يذكره القرآن ولكن قال وقال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن ترتد إليك طرفك لو استعملنا حساب الذي استعمله الأخ عدنان رفاعي في أباجديته لو وجدنا أن قيمة الاقتراح الأول والقيمة الاقتراح التاني تماما متقابلة 384 قيمة الاقتراح الأول والتاني أتينا المثال السادس كذلك مع عدنان رفاعي مع أباجديته عنده حساب آخر غير حساب الجمل استقاه من القرآن وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ثم يجيب القرآن بأن هذا الرسول ليس بمجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكهن ولا مجنون كذلك قيمتها نفس القيمة السؤال في صورة والجواب في صورة أخرى وسبحان الله أن هناك تقابل وانظروا إلى كلمة نعمة كيف كتبت لم تكتب بالرسم الإمناء الذين استعملوه بالتأ مربوطة لكن بالتأ مطلوقة مبسوطة وهذا كذلك في إعجاز ناصمي لو كتبت بالتأ مربوطة لم استقام النظام أتي إلى المثال السابع مع علاقة عيسى عليه السلام بآدم عليه السلام لقد قال النصرى إن عيسى هو الله فأجابهم الله سبحانه وتعالى بإن عيسى مثله كمثل آدم في صورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون الإخوة في مركز نون في فلسطين قاموا بهذا البحث فحاولوا أن يبحثوا هل هناك تماثل غير تماثل في الخلق هل هناك تماثل آخر وبحثوا عن الرقم والعدد هل هناك تماثل في العدد فبحثوا كم مرة تكرر اسم آدم في القرآن فوجدوا أن اسم تكرر 25 مرة ثم بحثوا عن عيسى عليه السلام فوجدوا تكرر 25 مرة وقد يكون هذا صدفة لا مشكل في هذا لكن نعرض التكرار الأول واحد في صورة البقرة وعلى ما أدام الأسلم ثم إلى 25 نرتبها هكذا ثم نأتي إلى تكرار عيسى ونقوم بنفس العملية نرتبها ثم نقابل الجدولين ونرى بأن في المرتبة السابعة هنا بالأحمر نجد أن الرسولين معا أتيا في نفس الآية أي آية العمران ولم يجتمع إلا في هذه الآية التي هي الترتيب السابع في هذه اللائحة والترتيب السابع في اللائحة الأخرى ثم نأتي إلى المرتبة 19 أي تكرار رقم 19 فنجد أن في هذا التكرار جاء في صورة مريم بالنسبة لآدم ثم جاء في صورة مريم كذلك مع عيسى عليه السلام ليست في نفس الآية ولكنهما في نفس الصورة وصورة مريم ترتيبها 19 وجاءت في المرتبة 19 ومن هي مريم عليه السلام مريم ابنة عمران انطلقنا من الآية من صورة آل عمران ثم أتينا إلى مريم التي هي من آل عمران أي هناك تماثلات هذا ملخص والبحث طويل جدا وإذا بحثنا كذلك في الأنبياء الآخرين نجد أن هناك توافق بين لوت ويوسف 27 مرة ولكن لم يكن هناك بحث فالموضوع جاهز للبحث لمن أراد أن يبحث لماذا تكرر لوت نفس تكرر يوسف هل هناك تماثل آخر إسحاق وسليمان نفس الشيء يعقوب وداود هم واضع للبحث ونقول أن الإعجاز العلمي العددي أسلوب جديد ومتميز للدعوة الخلاصة لنا مع العلم الدقة في المصطلح سواء كانت في الكون أو في الأرض أو في البحار أو الإنسان أو ما شئتم دقة مع الجنين العلقة لها معاني كثيرة مع الكون الفتخ ليس هو الانفجار الفتخ ليس هو الانفجار الانفجار يولد الفوضى الطي ليس هو الانكماش كذلك الدخان ليس هو الضباب وليس هو الغبار الدخان مصطلح دقيق جدا مع الرقم لو كان لدينا وقت لتكلمنا عن القرآن ككل ثم عن الآيات والصوار حتى الحرف لكن هناك تناغم وتناسق وإعجاز في القرآن كله وفي الصورة الوحيدة وفي الآيات الوحيدة وفي الكلمة الوحيدة وفي الحرف الوحيد لذلك نقول بأن هذا القرآن فيه ليس علم وفيه علوم كثيرة ونزله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء فهو مع العلم نقول بأنه شمول العلم فيه ونقول بأنه كمال الدين فيه ونقول بأنه بالنعمة تمام النعمة وهو رضي الله سبحانه وتعالى دينا فهنيئا لكم بهذا الدين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم لجميع المسليين اللهم يا درجالي والإكرام اجعل ما أشاء موافقا لما تشاء فمن نحن حتى نشاء خلاف ما أنت الله تشاء إن جهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء فاللهما الطف بنا فيما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر